لأ تفكر لأ أصلي كان فيه كيكا معينة لعيب تنت لقبة بتاعت الكيك اللي تحط لك فيه عشر ساخفضة او الي لقيها الكيكا يتتعمل قبل ما تخش الفرن وهي عجينة يتحط فيها عشر ساخفضة وتتقسم على البيت ونشوف بقى مين حظه والربع بتاعه اللي يطلع فيها عشر ساخفضة المرة الوحيدة تتلعلي فيها عشر ساخفضة كسرت لدارسي لا لا والله اه والله تلقيت الحظ اللي يطلع فيها عشر ساخفضة اللي كانت ترك طب قدام المدرسة دوم ونت رايح المدرسة دوم وكرة بلاستيك كرة بلاستيك دي كل يوم في ميزانية لكرة بلاستيك لانها بتضيق يا اما بتتاخذ منك يا اما بتتاخذ منك في المدرسة يا اما بتتفرقع يا اما بيخدها لأك Francis يعني في واحد إليها منك في المدرسة بديم في المدرسة ولا تحدي اله وفي الدوم ده واحد جميعيه بدوم بس و plate طبعا احنا نشتري الدودة من دول وتروح بقى تجيب لها وراء التوت وكده وتسيبها يومين تلاتة في العلبة العلبة بتاعة باتة ومكرتولها البيضة وتخرمها وتسيبها اسبوع بعدها باسبوع بقى تفراشة شرنقة وتحس ان انت بقى تجيب كمية عشان عايز تعمل قميس حرير تعرف الاحلام الوهملي وتلاقيها فراشة فانت فجأة بيتحاول الدودة حاولتها فراشة احساس منازينها لا وانا كان موضوع الشرنقة ده كان شغلني او ازاي افك منه الخيوط ما انت لما تفك بتخلص عليها ما ينفعش ما انت اول ما تفك موضت الدودة والفراشة والليلة كلها بس او عمرها ما فكت هي بتطلع منها كده وتفتح يا البطي سبحان الله كلت توت جبت توت مع الشجر كلت توت لكن دود لا طبعا لا التوت توت بيجي في موسم كده تلاقي التوت يقع قدامك شجر التوت قدام المدارس حدفت طوب عتوت؟ هو كان بيقع لوحده مش مستحمل والله والله ما ايه اللي مكان مش بيقع وكننا احنا بالمو المنجة المنجة اه يا محدفنا طوب تلاقي الشجرة طالع كده في بيت بس خارج منها فرعين بره ايوا عارف؟ وتلاقي واحدة بقى كده ايه اللي هي بتغزلك المنجة كده بقى عارب يسمونها مانجة الدبش عارفها؟ الدبش كبيرة دي اه الدبش هي البلدي دي والزبدة اه وبالطوب يا معلم وتنشل لان مره 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 خدت مره جبت وروحت لامي فرحانة قلت له انا جنينة بتاعت الفيلا اللي قدامنا كانت فيها نبين بنا فقالتلي حرام قالتلي دي حاجة بتاعتنا فبقيت استقزم فالراجل اللطيف جده الراجل اللطيف جده وبقى يديني مانجة بقى اروح ولا بطلع بقى ولا بنزل يعني لغاية ما هو شال الشجرة خالص زهق مني هو الله كل سيزن اروح كل صيف اروح اعود لتحت شجرة المانجة فالراجل زهق لا احنا كان في واحد في الشارع ورانا كده كان عنده نخلة غريبة قوي بتاعت ايه يا سيدي مش كتير يعرفوها ملحظ غلول لا مانبوزيا ياه اللي شابه الجميز دي ايوه اللي تقولها تعمل لك بقك بتبواص لك بقك مش عارف بطي بتاعت من كده والراجل يكون روح نشتري منه يعني اللي هو المانبوزيا ده بس دي خلصة دي مش موجودة مش موجودة خالص بس كان نبات غريب وكل شعر بس ما هجينة وبتاعت بطيعة تشتري ما تفهمش ده خوخ ولا برقوق ولا يحكي اي طول اه في حاجة ما بين الخوخ والبرقوق كده غبية انا الموضوع ده بجناني بقى اه ما الخوخ واضح والبرقوق واضح تشرب عصير اعصير ايه ولا جبلك الاكل على طول اناكل بقى اه بص يا معلم انا في كبدة ومخ انا بحب المخ جدا مش هتدعي واقولك ان انا اللي عملهم يعني اه بس انا بحب المخ جدا ممكن اكل يعني اه ماشي يا معلم اساسي انت بتدوس على ايه اه بادوس على ايه زرير بنشتغل اه 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 ده مايكرو اسمو ايه ده اه مايكروائب اه مايكروائب ما هالاختراعات دي برضو ما هالاختراعات دي بادلت يعني احنا اسقنا استخدام التكنولوجيا برضو عشان اه اه يعني لو بصيت هتلاقي احنا من دول العالم المتصدرة في اه ان الدخل القومي بتاع بلدك كلها المنطقة العربية بشكل عام مش مصر بس هتلاقي نص اكتر من نص الدخل القومي بتاع الدول العربية رايح لا موبايلات على الموبايلات اه احنا يعني اما تروح اي حتة في اوروبا وفي امريكا الموبايل ده لالامرجنسي للطوارق احنا عندنا انا معرفش نملة بيتي كام دي كارسة اه اه بالاضافة بقى لسوق الاستغلال يعني لا وغير كده سوق الاستغلال يعني في حاجات ان في بعض الناس بتستخدم الموبايلات في حيات فيها حرمانية وفيها اعتداء على حريات الشخصيات وفيها يعني في حاجات معرفش يعني التكنولوجيا برضو بهدلتنا شوية زمان طب انت بعت جوابات بعت جوابات وكنت بتستنى بالعشرة طب عملت حكاية البين فريند اه اللي هي بتاع كنت ترسل وتبعت حوالي بعشرة جنيه فيبعتولك صديق من بره او صديقة وتفضل ترايح جاي جوابات وتعيش على امل الهجرة كان اسمع ايه بالزبط بالزبط دي كان ليه يا اصدقاء كان ليه يا ناس كتير ويجيلي الجواب الانجليزي يا معلم ومعه قموس افتح قموس افتح قموس قموس الجيب البوني الصغير ده ايوا وعد ده اه يعني اداة مش عارف ايه ولا اي الكلام مش راكب على معرفة انا اول مرة بعتولي بعتولي ناس من النمسا فكانوا بتكلموا الماني بعتولي جواب بالالماني فهمتش حال ينهرس واحد بس كان لطيف تبعتلهم سور ويبعتولك سور اه طبعا كانت حلوة جدا دلوقتي بقى انت يعني حلوة التكنولوجيا حلوة بس الماني والحلو برده ها الماني والحلو ها ده كيب ده مخ جد كيب ده مخة احنا بنهزرش يا معلم جاييه للبيت يعني ده حدا عظيم وهو مخة اه بيش تميه اخوان اتقدروا معين الله يخليه اخوان اناكلك الناس فرق عينة ها اناكلك الناس فرق عينة لا لا بالعكس انتوا واكلين 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 يا أخو يا أخي بيبان عليهم ما بيجذبوا يا أخي طب حطولي حطة كبدا أنا معرشة يأكل بشوفة وسكينة والله إيرل الكلام ده عايز إيه حطة كبدا عايز حطة كبدا بس في سندوقتشو في الهيش خلاص حطة صغيرة بس حطة صغيرة اه وخلاص ادرب معلم ادرب حطها هنا كده بسم الله الرحمن الرحيم صباح الفل وفي سلطاته بتاعه كله ممي طب إيه الأكلة اللي إنت شايف في أكلة مثلا أنت مراتك بتعملها وبتحبها جدا المرات تطبخها شطرة ماشاء الله أكلة معينة بتعمل محشي بصل ده عمر محد سمع عنه أستاذة والله البصل الصغير أنا أول ما قلتك كده مرة قلت أنا تورط إيه محشي بصل لغاية ما جربت عشا عشا أول ما تجوزت حب الكوسة المطبوخة والباميا كوسة طبيق بامية سلام على البامية والبامية عليه دموني ياه صلاة الليل ما نعيش بلدي ياه إيه الجوة الجوة اللي إحنا فيها إيه إحنا تعبليه عاديم بنأكله ويعني بنتغزل في البامية وبنتغزل في البامية منكها أجيبه على كومية أم طبعا مايش هكش تشتب كتماية بس أحمد علاقتك بابا واك كان فيها حزم يا أبو يا صاحبي الله دي بالصحي هتقوله عمره صاحبي أمي كان في حزيمة جدا والله يعني كان ممكن يبقى فيه ضربة وحاجة زي كده أيه بعض يعني مش هكذب عليك تروقت برضو فترة من فترات حياة بس تمام كان إيه أشهر علق أخذتها أشهر علق؟ كارثة مثلا بل حاجة أنا عملت كوارس بالهبل طبعا ما أنا عملت كوارس برضو أنا صغير بس يعني في علق كتيرة مشهورة يعني يعني طبعا معظمها بسبب الكرة في الشارع، كنت رجعنا بلعب كرة على الأسفلت بقى أنا صغير، مرجع كل يوم مسحول، مسحول كل رجلي بقى بروكة بجأة، فمرة هي ادقيت مني، كنت بسعب عليها جدا، فمرة ادقيت مني جدا، كنت راجع بقى بايز كنت واقع وقع جامدك كنا بنلعب في الشارع عيس بشارع الرياض ورا كده عند الجنينة كده في الشارع بعد صلات الجمعة، واتسحلت، خدت حتة كده بتاعة 5-6 متر كده، فالجنب الشمال بقى دعانك كله كان عايز يعني عبوز آه عايز سامكارة مش نافع، وراوحت لها بقى كده ابنة فهي شافت كده أنا قلت أكيد بقى حاصل عليها والسعفات أولية علقت موتة معلت لها حرام عليك، حرام عليك أنا تعملت أنا بايز مش مستحمل أسطر بس يكن عندها حق، أمي يا الله دي الصحة ليها فضل عليها جميل جدا، زبطتني يعني الحمد لله الحمد لله، الحمد لله، حتة كمان، يعني أنا مش هكده هتاعتقل، لا والله يا أحمد، يا أحمد دا بيتك يا ابنة تتكلم في إيه؟ ابنة يا كريمة، يا رب، أنت سهب دي المفتاح بره، صحيح، بدي أنا أساسا، أحطي لحطة صغيرة وحد دي، حطة صغيرة دي، الرأيات، بس دي بقى يا اسمترية ولا تاخد واحدة مفروضة، خلاص لا تمام، واحدة مفروضة لا تمام، تمام، يعني أفتكر أنا كان فكرة إن الواحد، أنا معرفش، يعني كان دايما أنا وصحابي كنا من أمهاتنا صحابنا، والواحد خوفوا من أبوه لا، أنا أبوه والله دي له صحة، طبعه عمره صحبي جدا، وهو اللي صاحبك؟ أبوه أضربني مرة واحدة بس، كنت عندي الحق، عملت مصيبة، كنت يعني بقى معرف في السن المعاين كده، كنت عنك أن الأمراضة والصوتك هي على سنة كده في البيت، وده مش طبقينة الحمد لله، فمرة كده اتهورت يعني، عملت فيه يعني الود، تتبعين؟ تروأ؟ أه، الحقيقة يعني، وأبوه يده مطرأ؟ أم، أم، بزي، هم الأبهات كلها قديهم ليه عاملة كده يا أخي؟ مش عارف، مش عارف إيه الحكاية أنا أخذت مرة ألم يا معلم، من اللي هو إيه بيلوح أنا كان ألم برده، أه، بس يعني أنا ألم اللي هو إيه؟ حاكك في البنية كده ألم شبه بنية الألم أعرف اللي بالكلوة دي؟ أيوة، أيوة ده إيه الحركة دي يا أخي؟ طب الأم كان ضربها عامل إزاي؟ هي ما كانتش ضرب، كان فيه شد ودان؟ دي من الحاجات اللي أنا فقط؟ لا أنا ما عنديش أنا الحاجات دي هم داك شد ودان؟ لا 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 أنا وداني كانت صغيرة عامل؟ لا، الدكتور شول هم؟ عرف الدكتور شول؟ اللي هو إيه؟ الدكتور شولو، بقى هو الخشب اللي بعد الرجل ده؟ أيوة؟ بالأباب؟ نشانجي يا ماما كان أولو وطل عجري منها، أولو، تارا بون، زي الأفلام الكارتون شكرا 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 شكرا